الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم في هذا الدرس عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وسيكون الكلام عن معنى الإيمان باليوم الآخر الأدلة على ذلك أسماء اليوم الآخر ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بوقوع هذا اليوم وأنه كائن لا محالة وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده فهو آخر الأيام ولذا سماه الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر ونعته بالعقيم ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليل بعده وفي يوم القيامة عند النفخ في الصور تعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا ومن ثم يكون البعث والجزاء والحساب الأدلة على الإيمان باليوم الآخر نقلية من الكتاب والسنة ومنها قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي حديث جبريل لما سأله عن الإيمان ذكر منها الإيمان باليوم الآخر أسماء يوم القيامة كثيرة منها يوم البعث يوم القيامة يوم الدين يوم الحشر يوم الخلود يوم التغاب يوم التناد يوم الحسرة ومنها أيضا الحاقة والقارعة وهناك أسماء أخرى ولكل اسم من هذه الأسماء معناه الخاص الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمور الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى والتي هي من مقدماته والإيمان بالبرزخ وما يجري فيه من النعيم والعذاب إذ هو أول منازل الآخرة والنفخ في الصور نفختي الإفناء والبعث وما يكون بعد ذلك من حشر وحساب وموازين وحوض وصيراط إلى أن يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار النار فهذه الثلاثة هي المفردات الرئيسة لليوم الآخر وهي أشراط الساعة والبرزخ والبعث وما يكون بعده وسنتكلم عنها بشيء من التفصيل في اللقاء القادم وسنتكلم عنها بشيء من التفصيل في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد